موسيقى مشاهدين السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة نبدأها بالعناوية موسيقى فتحوا باب الترشح لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية في دورتها الأولى موسيقى الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بالسلطنة يسجل أفضل مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية متجاوزاً خمسة عشر مليار ريال عماني موسيقى منظمة حضر الأسلحة الكيموية تؤكد استخدام غاز الكلور في دومة العام الماضي وتواصل العمليات العسكرية ضد داعش في دير الزور موسيقى كما تتابعون أيضاً في أخبارنا الاقتصارية موسيقى الصندوق العماني للتكنولوجيا موسيقى بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السينغال بمناسبة عادة انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بالنجاح والتوفيق في قيادة الشعب السينغالي الصديق للمزيد من التقدم والرقي آملاً للعلاقات الطيبة بين البلدين مزيداً من التطور والنمأ أعلنت اللجنة والمركزية لمتابعة وتقييم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية أعلنت فتح باب الترشح أمام المدارس لتقديم طلبات الترشح بالمشاريع التربوية للمشاركة بها في الجائزة بدورتها الأولى 2018-2019 اعتباراً من يوم غد وحتى نهاية الشهر الجاري وأكرت اللجنة اكتمال الإجراءات التحضيرية للبدء بتلقي طلبات المترشحين للجائزة عبر نظام الجائزة الإلكتروني مستدام وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تفعيل أيقونة نظام مستدام تلقائياً عبر البوابة التعليمية للوزارة اعتباراً من بداية هذا الأسبوع بحيث يستطيع مدير المدارس الدخول إلى النظام من خلال حساباتهم في البوابة والقيام بالتسجيل والترشح بمشاريع مدارسهم عبر النظام مفقى البيانات والإجراءات الموضحة في دليل المدارس في استخدام نظام مستدام سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بالسلطنة في الربع الثالث من العام الماضي أفضل مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ خمسة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال عماني ونمت الأنشطة غير النفطية بثلاثة وأربعة من عشر بالمئة مع تزايد جهود السلطنة لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي وتشير بيانات الناتج المحلي حتى سبتمبر الماضي إلى أن الصناعات التحويلية سجلت نمواً بنسبة ستة واثنين من عشر بالمئة متجاوزة ملياري ريال عماني بما صعد قطاع النقل والتخزين والاتصالات بحوالي أربعة بالمئة وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة تجاوزت ستة عشر بالمئة احتفلت وزارة التربية والتعليم بتوزيع جوائز المبادرات الطلابية الثالثة والرابعة في برنامج المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي الحفل تضمن عرضاً للمبادرات وتكريم المدارس والمعلمين والطلب المشاركين رؤية برنامج المدارس الصديقة والمنتسبة لمكتب التربية العربي لدول الخليج هي إنشاء مدارس صديقة رائدة أما رسالته فهي إيجاد مدارس ذات نموذج رائد في تطبيق أحدث الممارسات التربوية الناجحة السلطنة شاركت بعدد من المدارس في هذا البرنامج والحفل هذا لتكريم المدارس المشاركة احترفنا في الوزارة بتوزيع جوائز المدارس التي حصلت على مراكز متميزة في المبادرات التي أطلقها المكتب العربي ضمن برنامج المدارس الصديقة للطفل وتم تكريم كل الشرائح المشاركة لأن المبادرات تكون على مستوى المدرسة وعلى مستوى المعلمين وعلى مستوى الطلبة فازت المدرسة بمبادرة المدارس وفي المبادرة الرابعة فازت بأربع مبادرات أهمها كانت مبادرة طاقات إبداعية والتي تعنى بتفجير الطاقات الإبداعية لدى الطلاب ورعاية المواهب الطلابية أهداف البرنامج تتلخص في تكوين بيئة مدرسية مناسبة حافزة على التعليم والتعلم وتوثيق الصلاة والروابط بين المكتب ومدارس الدول الأعضاء وعدد من الأهداف الأخرى هذه المشاركة تحت لنا التفاعل وتواصل مع المدارس الصديقة داخل وطن وإيضا باقي دول الخليج نشكر مكتب التربية العربي على هذه المبادرة الحفل تضمن تكريم مبادرات المدارس والمعلمين والمبادرات الطلابية والطالب الأكثر تفاعلا بالموقع في العام الدراسي هذا أضيفت ثلاث مدارس أخرى من السلطنة لبرنامج المدارس الصديقة لتصبح ثمانية مدارس ومن المؤمل أن تحصد على قوائز ومراكز متقدمة بنهاية شهر مايو المقبل إبراهيم بن سالم الهادي من وزارة التربية والتعليم بمحافظة مسقاط قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم جنديان باكستانيان في تجدد للقصف بين باكستان والهند على طول حدودهما في منطقة كشمير يأتي ذلك فيما أكد وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ راشد أحمد أن خدمات القطارات بين باكستان وجارتها الهند سوف تستأنف يوم الاثنين المقبل في مؤشر على احتمال تراجع التوترات بين البلدين قريبة وتصاعدت التوترات بين إسلام أباد ونيو ديلهي يوم الثلاثاء الماضي عندما قصف الطائرات الهندية مواقع في باكستان ضد ما قالت أنه مواقع لمسلحين تلقي باللوم عليهم في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل أربعين جنديا هنديا في الرابع عشر من فبراير الفائت في الشطر الهندي من كشمير في الشان السورية تواصل ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية لانتزاع الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة دير الزور من ناحية أخرى أثبتت منظمة حضر الأسلحة الكيموية استخدام غاز لكلور المحظور لشن الهجوم الذي شهدته دوما في السابع من إبريل عام الفين وثمانية عشر قالت منظمة حضر الأسلحة الكيموية أن هناك أسباب منطقية تفيد بأن غاز الكلور تم استخدامه في هجوم ببلدة دوما السورية العام الماضي المنظمة تؤكدت في تقرير نهائي أن العينات التي فحصت من قبل بعثة تقص الحقائق التابعة لها في الهجوم الذي شهدته دوما في السابع من إبريل من عام الفين وثمانية عشر أثبتت استخدام مادة كيموية كسلاح وأشار تقرير المنظمة الذي لم يحمل أي جهة المسؤولية أشار إلى أن تلك المادة التي وصفها بالسامة كانت تتضمن كلورا تفاعليا من المرجح أن يكون كلورا جزيئيا وكان الهجوم الذي أثار حفيظة العالم ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للحكومة السورية أنذاك قد أسفر عن مقتل أكثر من أربعين شخصا وعلى الصعيد الميداني تتواصل المعارك بين ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش في منطقة الباغوز بدير الزور حيث أسفرت المواجهات الأخيرة عن مقتل عشرة من عناصر تنظيم داعش وأربعة من القوات المدعومة من الولايات المتحدة حسب المرصد السوري المعارض وتزامن القصف والاشتباكات مع غارات جوية شنتها قوات التحالف على مواقع في مزارع الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور التي تعد آخر معاقل التنظيم شرق سوريا في أفغانستان قتل 51 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية لقوات خاصة وغارات جوية لسلاح الجو الأفغاني وذكر بيان للجيش الأفغاني أن القصف استهدف مواقع لطالبان في أقاليم زابل وقندهار وأرزغان بالإضافة إلى مناطق في قليمي زابل وقندهار أكدت كوريا الشمالية أنها اقترحت التفكيك الكامل لمجمع يونج بيون وليس فقط أجزاء منه خلال القمة الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي التي عقدت هذا الأسبوع في العاصمة الفتنامية هانوي وقالت نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشي سون هوي أن بيونج يانج عرضت التخلي عن المنشأة بكاملها وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر أن كوريا الشمالية اقترحت إغلاق جزء من مجمع يونج بيون مقابل رفع جميع العقوبات الدولية عدل التي تستهدف بشكل مباشر برامج الأسلحة النووية الخاصة بها بل اختتم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أعمال اجتماعاتهم في أبوظبي وناقشت الدورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتدابير تنظيم التجارة البينية والاستثماري والتمويل الاجتماعي الإسلامي إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي وتأمين المصالح المشتركة للدول الأعضاء على الساحة الدولية إضافة إلى مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ترأس وفد السلطنة في الاجتماع مع اليوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في أندونيسيا تتواصل عملية إنقاذ نحو ثلاثين عاملا محاصرين في منجم ذهب منهار لليوم الرابع على التوالي وقالت السلطات الأندونيسية إن أكثر من مئتي شخص من مختلف الوكالات يواصلون جهودهم لدخول المنجم الواقع في منطقة شديدة الإنحدار بمقاطعة سلواسيا الشمالية مضيفة أن جهود الإنقاذ تعقدت بسبب صعوبة استخدام المعدات الثقيلة في المناطق ذات التضاريس الصخرية النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد قليل في ظاهرة طبيعية نادرة أضواء الشفق القطبي تتراقص في سماء لابلاند الفنلندية اشتركوا في القناة فتحوا باب الترشح لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية في دورتها الأولى الناتج المحلي للانشطة غير النفطية بالسلطنة يسجل أفضل مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزاً خمسة عشر مليار ريال عماني منظمة حضر الأسلحة الكيموية تؤكد استخدام غاز الكلور في دومة العام الماضي وتواصل العمليات العسكرية ضد داعش في دير الزوم احتلت السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المرتبة الأولى على مستوى منطقتين غرب آسيا والشرق الأوسط في تقرير أودين لعام الفين وثمانية عشر الصادر من المنظمة الدولية للبيانات المفتوحة ويتضمن التقرير تقييم البيانات المفتوحة الخاصة بالسلطنة من خلال موقع المركز الإلكتروني وما يتضمنه من بوابات لسيما بوابة البيانات لثلاثة قطاعات الرئيسية هي البيانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تقرير منظمة أودين الذي يعتبر التقييم الوحيد لتغطية انفتاح البيانات على المواقع الإلكترونية التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية أوضح أن التحسن الذي شهدته درجة السلطنة في الإحصاءات الاقتصادية جاء نتيجة تحسن في قواعد بيانات إحصاءات البنوك والصيرفة بشكل أساسي وارتفاع درجة قواعد مؤشرات الأسعار بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات السلطنة الفين وخمسمائة وستا وسبعين قطعة أرض خلال شهر يناير الماضي وأوضحت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن العدد الأكبر من الأراضي الممنوحة جاء في محافظة الداخلية بثمانمائة وأربع عشرة قطعة أرض تلتها محافظة لبريم بأكثر من ستمائة قطعة ثم محافظة مسقط بأربعمائة وأربع وثلاثين قطعة أرض دشنت بولاية صور الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمحافظة جنوب الشرقية تحت شعار فحصك الآن يعني الأمان وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المجتمع حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدريب النساء في المجتمع على كيفية عمل الفحص الذاتي للثدي ووضع آلية واضحة لتحويل واستقطاب النساء من الفئة العمرية أربعين إلى تسع وستين سنة لعمل أشعة المامو جرام نظمت وزارة التنمية الاجتماعية حلقة حوارية حول حماية الطفل من الإساءة بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية الحلقة التي حملت شعار نعم للحماية لا للإساءة استهدفت الخصائين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالمحافظتين واستعرضت الحلقة آلية حماية الطفل وحقوقه وقانون الطفل بالسلطنة بالإضافة لعرض دور لجنة حماية الطفل والإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع حالات الأطفال المعرضين للإساءة نظمت لجنة الزكاة بولاية إبرا الملتقى الخير الأول والذي يهدف إلى التعريف بأنواع الزكاة وأهميتها وغرس ثقافة العمل التطوعي بالولاية رعى الملتقى صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد العمل التطوعي مفتاح النجاح المجتمعي والترابط بين أفراد المجتمع وهو ما تسعى لجنة الزكاة بولاية إبرا لتحقيقه من خلال انطلاق هذا الملتقى الخيري بالولاية الملتقى ينبع من هدف سامي وهو تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة نحن في لجنة الزكاة بالتعاون مع الإخوة المخلصين وأصحاب الإسار وأصحاب الأموال من أجل تحويل هذه الأسر إلى أسر منتجة بإذن الله الملتقى الذي يستهدف مشايخ الولاية والشباب من الجنسين يهدف إلى تشجيع هذه الفئات على الانخراط في العمل التطوعي والمساهمة في دعم الأسر المنتجة الفعاليات التي تمت خلال هذا الملتقى الخيري بإبرا حوالي 11 معسكر معزعة في مختلف القرى الولاية شارك فيها أكثر من 650 متطوع هذه المعسكرات التي تمت هي تنظيف الشوارع والأفلاق وأيضا زراعة الشتلات الزراعية وتنظيف المقابر والمساقد وأيضا العديد من الأشياء التي تحتاج لها هذه الولاية في هذا الوقت إن شاء الله هذا الحفل الذي تضمن عددا من العروض الإلكترونية تناولت أبرز الفعاليات المجتمعية المرتبطة بالعمل التطوعي من مختلف الفرق التطوعية وإقامة عدد من المعسكرات الخيرية للفرق الرياضية المعرض المصاحب لهذا الملتقى الخيري اجتمل على مشاركة الأسر المنتجة بالولاية واستعراض منتجاتها والتسويق لأبرز أعمالها من خلال زيارة أفراد المجتمع لهم في هذا المعرض مثل هذه الفعاليات تسهم في استنهاض هيمام الشباب للانخراط في العمل التطوعي لبناء هذا الوطن أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرا محافظة شمال الشرقية نتحول بحضراتكم الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع طلال بن أحمد الكلبان حياكم الله 12 شركة تقنية ناشئة شاركت في البرنامج الاستثماري مسرعة وادي التابع للصندوق العماني للتكنولوجيا وحملت الفعالية عنوان يوم المستثمرين المشاريع التقنية هدف البرنامج الاستثماري مسرعة وادي التابع للصندوق العماني للتكنولوجيا كشركة تيليبيا المختصة بالعملة الرقمية وشركة المنجم للزراعة بالهيدربون في المناطق الجافة نحاول نعمل حل جذري لمشكلة الحرارة ومشكلة الرطوبة المتواجدة في المنطقة وبالذات أيام الصيف طبعا المعروف أنه أيام الصيف تتوقف الزراعة تقريبا في عمان وفي المناطق المجاورة ونقوم بعمل الاستيراد من الخارج فركتنا هي عبارة عن محفظة رقمية توفر خدمة دفع إلكتروني جديدة وسهلة وآمنة في سلطنة عمان طبعا الطريقة هي تتيح للمستخدمين وأصحاب المتاجر الإلكترونية توفير خدمة دفع للعملاء الشركات التي شملها البرنامج استعرضت مشاريعها في يوم المستثمرين وسط تفاعل جيد من الحضور مشروع في بداياته دخلنا في المرحلة الأولى هي في رحلة الفلتريشن بسرعة الوادي في صندوق عمان التكنولوجيا ونجحنا وعديناها الحمد لله رب العالمين والحين صندوق عمان التكنولوجيا جزء من المشروع مستثمر معنا في المشروع قذب مشاريع خارجية إلى السلطنة كانت ضمن خطة الصندوق كوجود منصة تجارة إلكترونية خاصة بالتجميل احنا بدأنا من الأردن واجينا هون على عمان وتم الاستثمار فينا من أوتي أف ومن خلال هذا الاستثمار دربونا كيف نعمل بيزنس مودلز دربونا انطور مشاريعنا بشكل أفضل وأعطونا القدرة أن ننطلق في السوق العماني وجود المستثمرين فتح آفاقاً وأسواقاً جديدة لكافة المشاريع المشاركة وكان مؤشراً لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة للمجتمع عبدالله بصالح ريسي مسقط تفع رصيد التمويل الممنوح من البنوك والنوافذ الإسلامية في نهاية ديسمبر 2018 ليبلغ ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال عماني مقارنة مع ثلاثة مليارات ريال عماني في ديسمبر 2017 وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً يصل إلى ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريال عماني في ديسمبر 2018 مقارنة مع ثلاثة مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017 ووصل إجمالي الأصول البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمع إلى أربعة مليارات واربعمائة مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2018 بلغ إجمالي قيمة الصادرات العمانية المؤمنة من قبل وكالة ضمان اعتمان الصادرات العمانية كريدت عمان أكثر من 67 مليون ريال عماني خلال عام 2018 وأوضحت وكالة ضمان اعتمان الصادرات العمانية أن الدول الخليجية تصدرت في قيمة الصادرات المؤمنة عليها لدى الوكالة بحوالي 85% من إجمالي حجم الصادرات المؤمنة مضيفة أن الصادرات العمانية المؤمنة لدى كريدت عمان تنوعت بين المواد الغذائية الاستهلاكية والمنتجات الزراعية والأسماك وقطاعات صناعية مختلفة مثل الحريد والبيترو كيمويات تفع عدد طلبات العلامات التجارية والترخيص التجارية والوكالات التجارية خلال الربع الثالث من العام الماضي ليبلغ ما يقارب 4000 طلب وأوضحت وزارة التجارة والصناع أن إجمالية العلامات التجارية بلغ عددها أكثر من 2000 طلب خلال الربع الثالث من العام الماضي وأشارت الوزارة إلى أن عدد الترخيص التجارية بلغ خلال الفترة نفسها نحو 500 كما أن إجمالية الوكالات التجارية بلغ عددها 269 وكالة تجارية استمرارا للجهود المبذولة لزيادة معدل التبادل التجاري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيمة في ولاية خصب بمحافظة مسندم معرض هرمسجان التجاري التخصصي الثالث المعرض يأتي لإتاحة الفرص الاستثمارية لكل الجانبين ورعى افتتاحه سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم تتنوع الفرص الاستثمارية التي تتوفر من خلال تنظيم المعرض التخصصي وفي عدد من المجالات التجارية والتي بدورها ستتيح المجال لرجال الأعمال والتجار في محافظة مسندم بشكل خاص والسلطنة عموما للالتقاء بنظرائهم من جمهورية إيران الإسلامية طبيعة الحال مثل هذه المعارض تعزز العلاقات التجارية القائمة حاليا بين المحافظة المسجان وبين محافظة مسندم والحن نعول كثيرا على رجال الأعمال من الطرفين لتعزز هذه العلاقات بشكل أكبر وبشكل مستمر مثل ما تعرفوا هذا المعرض الثالث والحمد لله في النية على استمرارها بشكل أكبر وأيضا في النية على قيم معارض عمانية في الجانب الآخر في محافظة المسجان المعرض الذي يأتي ترجمة للمساعي التي يبدلها فرع غرفة التجارة والصناءة عمان بمحافظة مسندم بالتعاون مع منظمة التعدين والتجارة لمحافظة هرمزجان الإيرانية لتنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين المحافظتين وتذليل بعض الصعوبات التي تواجه بعض الرجال الأعمال والتجار من الجانبين في فتح آفاق أرحب لدخولهم في مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة اليوم افتتحنا المعرض الثالث لمحافظة هرمزجان ونحن بصدد إن شاء الله سنوات القادمة نقيم معارض بهذا الشكل لتعزيز الروابط التجاري والاقتصادي بين هرمزجان ومحافظة مسندم وكذلك نتطلع أن نحن ونرحب بمحافظة مسندم في محافظة هرمزجان لإقامة نفسه بمثل هذه المعارض مثل هذه المعارض تخدم القطاع الاقتصادي وتبادل التجاري بين الرجال الأعمال مما ينتج عنه حركة الاقتصاد العماني والاقتصاد الإيراني تبادل خبرات تبادل منتجات إن شاء الله في المستقبل قريب مثل هذه المعارض تكون تستمره وفي ازدياد إن شاء الله للتبادل المعرض الذي سيستمر حتى الثالث من مارس سيفتح أبوابه لعمة الجمهور من أبناء المحافظة وذلك للتعرف على بعض الصناعات المنتجات الاستهلاكية الإيرانية كما أنه سيمهد لتنظيم معرض مماثل المنتجات العمانية في إيران مستقبلا يعد المعرض فرصة لفتح أفاق جديدة للتبادل التجاري بين محافظة مسندم ومحافظة هرمزجان الإيرانية كما أنه ينقل كذلك جانبا من الحضارة والفنون الإيرانية إلى مسندم من ولاية خصب محاولة مسندم نجم بن عبدالله الشحي بهذا التقرير نصل بكم إلى ختام نشرة الاقتصادية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا طلال دعما للمواهب الشابة في كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية أقيمت المرحلة الثانية من مسابقة الأندية للإبداعات الشبابية لمسابقة المسرح على مسرح الكلية التطبيقية بصلالة يقالوا أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا من هذا المنطلق شهدت محافظة ظفارة وعلى مدار ثلاثة أيامنا عرسا مسرحيا تمثل بمسابقة الأندية للإبداعات الشبابية والذي جمع كوكبة من الشباب الموهبين في مجال المسرح وقد شهدت المسابقة خضورا كبيرا من قبل رواد ومحبي المسرح بالمحافظة هذه التجمعات جدا مثرية للحركة المسرحية بغض النظر أننا رح تكلم عن المحافظة الثفار نحن الحركة المسرحية نوعا ما لو نقارن نفسنا بالدول المجاورة نوعا ما نحن مقلين قد يكون الدعم أنا رح تكلم عن الأسباب فالتجمعات هذه تكون مثرية جدا للفنانين المسرحيين للمتذوقين المسرحيين لعشاق المسرح وقد شارك في المسابقة ثلاثة أنديتين وكانت البداية مع نادي ضفارة وذلك بمسرحية مأزق ومن ثم نادي صلالة بمسرحية حزمة البرسيم وكان الختام بمسرحية صالحة لنادي الاتحاد وقد شهدت المسابقة تنافسا قويا بين الفرق المشاركة دائما مسابقة إبداعات شبابية تخلق الشاب في كميع المجالات الفنية ورياضية والثقافية ودائما المشاركة في مثل هذه الإبداعات الشبابية ومنطقيات تخلق قيل إن شاء الله قيل مبدع وفي الختام وبعد ترقب من الجميع أعلنت لجنة التحكيم عن نتائج المسابقة والتي من خلالها توج نادي صلالة بالمركز الأول عن مسرحية حزمة البرسيم وذهب المركز الثاني لنادي الاتحاد وبذلك يتأهل نادي صلالة لتمثيل محافظة ضفارة في المرحلة الختامية مثل هذه المسابقات البداع شبابية يعني من المسابقات القميلة جدا أنه الشباب يطلعون يبرزون في هذا الخشبة مواهبهم في مختلف المجالات فأنا أشكر وزارة الشيون الرياضية على إتاحة مثل هذا الفرص والحمد لله المركز أول يعني ما كنا متفقعين ولكن الحمد لله أنه قا ونحن فخورين بنفسنا بعد ثلاثة أيام من العروض المسرحية المتميزة والتي تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا هكذا كان ختام مسابقة الأندية للإبداعات الشبابية بمحافظة ضفارة عبدالله بن عبدالعزيز تابوك ولاية صلالة ننتقل إلى المحطة الرياضية مع عبدالعزيز بن وصور لوهيوي شكرا أحمد حياكم الله يسدل الستار على منافسات بطولة عمان المفتوحة لمحترفي الغولف على ملعب الموج مسقط يوم غدا الأحد وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق السعيد وقد تسببت الرياح والعواصف الرملية في تأجيل وتأخير مجريات اليوم الثاني من البطولة حيث تم إيقاف اللعب خلال فترة الصباح ووصل الأميركي كورت كي تايام المحافظة على صدارة الترتيب العام لليوم الثاني حيث حقق أفضل النتائج بتسجيله ست ضربات تحت المعدل بمجموع اثنتين وستين ضربة كما سجل الياباني يوساكو ميازاتو نتيجة لافتة لللاعبين الأسيويين بعدما حقق خمس ضربات تحت المعدل بمجموع سبع وستين ضربة متساويا مع الأسكتلندي سكوت جيميسون وتشارك سبعة لاعبين المركز الرابع بعد أن سجل كل منهم أربع ضربات تحت المعدل حقق النصر فوزا مهما أمام الشباب بهدف نظيف في ختام الجولة السابعة عشر من دور عمانتين لكرة القدم حيث جاء الهدف الوحيد في اللقاء من إمضاء اللاعب البديل عمر المالكي برأسية جميلة سكنت شباك الحارس سعيد سناني ليحافظ النصر على تقدمه حتى صافرت النهاية رافعا رصيده إلى النقطة الثامنة والعشرين في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الخامسة عشر في المركز الثاني عشر وفي مواجهة أخرى تفوق السويق على العروب بثلاثة أهداف لهدف في مباراة قدم فيها لعب أصفر الباطن مستوى جيد ترجم إلى ثلاثية جميلة بعد تأخره في اللقاء بهدف دون رد ليرفع السويق رصيده إلى النقطة الحادية والعشرين فيما ظل العروب عند النقطة الرابعة والعشرين كما انتهى اللقاء الأخير ضمن الجولة السابعة عشر من الدور بين ظفار ورستاق بتعادل أسلبي دون أهداف الشوط الأول لم يشهد الكثير من الهجمات وسط تحفظ كبير من الطرفين وفي شوط الثاني أجرى المدربان بعض تغييرات في التشكيلة في محاولة الوصول للشباك وإحراز الأهداف لكن دون تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويواصل الضفار مسيرته نحو اللقب بدون هزائم وبفارق مريح أن أقرى بملاحقيه رافعا رصيده إلى ثلاث واربعين نقطة فيما رفع رستاق رصيده لعشرين نقطة تتجه أنظار محبي الكلاسيكو الإسباني الليلة إلى ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد حيث يسعى الريال لرد الاعتبار بعد خسارته وخروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة بثلاثية قاسية من جانبه يدخل يونيل ميسي ورفاقه اللقاء في محاولة البحث عن الفوز ومواصلة المشوار نحو لقب التوري مواجهة رد الاعتبار بعد أن ودع ريال مدريد مسابقة كأس إسبانيا أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية قاسية تقسدت تفاصيلها على ملعب سانتياجو برنابيو مع قل الريال وأمام أعين الجميع غادر محبي الميرنج ملعب المباراة وهم في حالة من الذهول بالوداع المر ليتجدد الكلاسيكو العالمي الإسباني الليلة في نفس الملعب لكن هذه المرة في مسابقة الدوري وبالتحديد في الجولة السادسة والعشرين من الليغة حيث إرخوا اللاعبية الفريق الملكي بكل عزيمة وإصرار على رد الهزيمة ومسح دموع الوداع القاسي في الكاس المدرب الأرجنتيني سولاري وكتيبته البيضاء تعلم تماما صعوبة المهمة في تجاوز عقبة البولغرانا لذلك سيعمل الريال على اللعب بتركيز عال لتحقيق الفوز الذي سيشفع لهم مسلسل نتائج السلبية أمام برشلونة والمنافسة على خطف لقب الموسم الحالي وتعديل خط المسار قبل موقعة أيكس الهولندي بدور الأبطال من جانبه فالفيردي أعد العدة بشكل جيد وسط استعدادات عالية المستوى في التكتيك وصناعة اللعب والاستحواذ على الكرة بشكل أكبر في دقائق المباراة للخروج بنتيجة إيجابية تجعله يخطو خطوات ثابتة نحو الضفر بالدرع الإسباني كما يسعى ليوني الميسي ورفاقه لمواصلة تقديم العروض الجيدة وسط تنوع في الأداء بلمحات كروية رائعة تقسد قوة الفريق في المباريات المصيرية التي ستقربه من التربع على عرش الليقة قبل الدخول في صراع الجولات الأخيرة بين هذا وذاك سنكون على ترقب لمن ستكون الغلبة ومن سيكسب الرهان الصعب ويخطف النقاط الثمينة من بوابة السانتياغو إلى ملاعب الكرة الصفراء حيث تأهل الألماني لإكساندر زفريف لنهاء بطولة المكسيك المفتوحة لتنس الرجال بعد تغلب على البريطاني كاميرون نوري ونجح الألماني المصنف ثانيا في البطولة بالفوز باللقاب مجموعتين للا شيء بواقع 6-4-7-6 كما وصل الأسترالي نيك كارغيوس مسيرته اللافتة في الدورة المكسيكية وبلغ النهاء الأول منذ تتويجه في دورة بريس بين في يناير 2018 توجه الدراج السلفاني بريموز روغليك بلقب طواف الإمارات للدراجات الهوائية 2019 فيما فاز الدراج الإيرلندي سان بينيت بالمرحلة السابعة والأخيرة من منافسات الطوافة وقطع بينيت مسافة السباق في ثلاث ساعات وسبع عشرة دقيقة وإحدى وخمسين ثانية في حين فاز بالمركز الأول للترتيب العام الدراج السلفاني بريموز روغليك من فريق جومبو وقطع روغليك السبع مراحل في 26 ساعة و27 دقيقة و29 ثانية وحل في المركز الثاني أليخاندرو بالبيردي بفارق 31 ثانية تابعه في المركز الثالث الفرنسي ديفيد جاودو فازت هولندا بذهبيتين في بطولة العالم للدراجات الهوائية في الصالات التي تستضيفها بولندا وجاءت الذهبية الأولى عن طريق الدراجة كريستينفيلد في فئة أومنيوم والذهبية الثانية أحرزها الدراجة يان ويليام في فئة بوينت كما فاز الإيطالي فيليبي جانا بذهبية ثالثة له في سباق فرد الرجال فئة بورسويت وفازت ليوايت سومي هونغ كونغ بسباق السيدات فئة سيبرينت في حينفاز الفرنسي كوينتين لابارغو بسباق الزمن لكيلو متر فئة الرجال جولتنا الرياضية انتهت شكرا لكم وعودة إلى أحمد وما تبقى من أخبار العشر شكرا عبد العزيز في فنلندا وضيئت السماء بالدائرة القطبية الشمالية بعرض طبيعي مبهر بالظاهرة المعروفة بأضواء الشفق القطبي أو أضواء الشمال التي توهج ببريقها الأخضر عرض مبهر إلى أضواء الشفق القطبي وهي الظاهرة المعروفة أيضا باسم أضواء الشمال شهدته سماء ليتو يارفي بالدائرة القطبية الشمالية في فنلندا مؤخرا وعبر النزلاء في فندقي أركتيكس نو قرب روفانيمي عاصمة لابلاند عن أعجابهم بالعرض الذي استمر لعدة ساعات وزين السماء بالألوان الأخضر والوردي والأرجواني والأبيض وصور أحد المتحمسين في روفانيمي لقطات لهذا المشهد المذهل وقال إن أضواء الشمال هذه المرة هي الأقوى على الإطلاق منذ شهور ويعد فصل الربيع واحدا من أفضل الأوقات لمشاهدة أضواء الشمال في الدائرة القطبية الشمالية بسبب تكثف نشاط الرياح الشمسية ويحدث ويحدث الشفق القطبي نتيجة استضام جسيمات مشهونة من الشمس مع جسيمات في الغلاف الجوي للأرض وتعرف الظاهرة الموازية لذلك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية باسم أضواء الجنوب ختم نشر هذا تذكير بالعناوية فتح باب الترشح لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية في دورتها الأولى الناتج المحلي للانشطة غير النفطية بالسلطنة يسجل أفضل مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية متجاوزاً خمسة عشر مليار ريال عماني منظمة حضر الأسلحة الكيموية تؤكد استخدام غاز الكلور في دومة العام الماضي وتواصل العمليات العسكرية ضد داعش في دير الزور شكراً لكم على طيب المتابعة هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار وإلى لقاء أسعد الله وقاتكم مشاهدين بكل خير وهلا ومرحباً بكم إلى النشرة الجوية من خلال آخر أصور الجوية مشاهدين واحداً من السحب يمروا على أقصى شمال منطقة شبه الزيرة العربية مروراً بالأجزاء الشمالية للسلطنة استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الذي يؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار عموماً على المناطق الصحراوية والمكشوفة تبصيل أجوال النهار القادم مشاهدين بداية مع حركات الرياح الرياح تبدو على محافظتي الوسطى وظفار شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بحدود 10 إلى 15 عقدة وعلى الساحل أيضاً تبدو الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بحدود 10 إلى 15 عقدة بالتالي البحر هادئ إلى متوسط الموجة سرتفاعاً له متر ونصف المتر سواحل محافظة مسندم عموماً تشهد رياح متغيرة الاتجاه متوسطة السرعة بحدود 15 عقدة بالتالي البحر متوسط إلى هائج الموجة سرتفاعاً له مترين ونصف المتر سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان تشهد رياح عموماً شمالية غربية متوسطة السرعة بحدود 15 عقدة بالتالي البحر متوسط إلى هائج الموجة ستفعل له مترين ونصف المتر ورطوبة النسبية تصل إلى الستين بالمئة تبصيل أجوال النهار القادم بداية من العاصمة وبعض السحب المتفرقة عموما تكون حاضرة على سماء العاصمة والعظمى 24 درجة مئوية أجواء مستقرة وخالية من السحب على الرستاق ضمن ودرجات الحرارة عموما تبقى حول منتصف العشرين وعند نهاية العشرين على شمال الباطنة في صحار مع فرص الانتشار وتدفق بعض السحب بعض السحب تكون حاضرة على محافظة مسندم في خصب ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع العشرين شمال الشرقية في إبراء درجات الحرارة عند نهاية العشرين ضمن أجواء صافية ومستقرة في محافظة الداخلية أيضا على نزوة وجبل شمس 14 درجة مئوية تطال الأجواء المستقرة وخالية من السحب محافظة الظاهرة ودرجات الحرارة تبقى عند منتصف العشرين العظمى 24 درجة مئوية على محافظة لبريمي مع فرص الانتشار وتدفق بعض السحب بعض السحب أيضا تكون حاضرة على محافظة ضفار في صلالة والعظمى 27 درجة مئوية تبقى الأجواء مستقرة وخالية من السحب على ثمريت ودرجات الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية وعند مطلع الثلاثين على هيمة ضمن أجواء صافية ومستقرة أجواء خالية من السحب على جزيرة مصيرا للنهار القادم والعظمى 28 درجة مئوية وصولا إلى الأشخرة وفرص الانتشار وتدفق بعض السحب المتفرقة عموما تكون حاضرة على الأشخرة وكذلك على ولاية صور ودرجات الحرارة تتراوح ما بين منتصف العشرين وعصولا إلى نهاية العشرين على ولاية صور أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام في الختام إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة